السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ويأهل وسهل ومرحبا اليوم لدينا فائدة وهو ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير التحية لله والصلاوات والطيبات السلام عليك إلى آخره فنأخذ تفصيل المعاني مع الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان في كتابه مورد الأفهام في شرح عمدة الأحكام يقول باب التشهد صفة تشهد عن عبدالله بن مسعود نضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما سأره وهنا فائدة قبل نبدأ بالمعاني وذكرها الشيخ مما يستفاد من حديثة ثانية قال ورد في السنة صيغ كثير للتشهد عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم وليس بينها إلا اختلاف النسيق وبأي تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جازة نص الإمام أحمد رضي رحمه الله على ذلك وقد أثنى العلماء على تشهد ابن مسعود لأنه متفق عليه قال البزار أصح حديث في التشهد عندي حديث بن مسعود روي عنه من نيف وعشرين طريقا ثم سرد أكثرها وقال لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا قال الحافظ يوم بن حجر ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك وهذا فتح الباري عموما الذي أريد أن نوصل أن فيه أنواع أخرى وكلها صحيحة نبدأ بالمعاني يقول في شرح ألفاظه قال علمني أي لقنني التشهد أي التحيات التي تذكر في آخر الصلاة وإطلاق التشهد عليها من باب إطلاق بعض الشيء وإرادة الكل لأن التشهد أهم ما يقال فيها وقوله كف بين كفيه أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك كفي ابن مسعود بكفيه صلى الله عليه وسلم من ذلك ليصرف انتباه بن مسعود إليه والجملة من المبتدأ والخبر في محل نص بحال من الفاعل والمفعول والغرض منها إظهار اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد وضبط بن مسعود رضي الله عنه له وقوله كما يعلمني الصورة من القرآن أي يعلمني التشهد ويلقنني إياه كما يلقني الصورة إشارة إلى كمال الاهتمام بالتشهد وذلك لأن الصلاة يتوقف إجزاؤها على التشهد كما يتوقف إجزاؤها على القرآن قوله التحيات لله جمع تحية والتحية التعظيم ويكل قول أو فعل دال على التعظيم وتفيد العموم وجمعت لاختلاف أنواعها من التحيات القولية والفعلية فإنه سبحانه وتعالى أولى بجميع التحيات من كل من سواه واللام لله هذه اللام في لفظ لله للاستحقاق والمعنى أن جميع التعظيمات وكل ما يدل على السلام والملك والبقاء فهو لله تعالى مختص به لا يستحقه سوى ومن ذلك الخضوع والركوع والسجود والخشوع فكله لله تعالى وحده والصلوات ما معنى الصلوات يقول جميع الصلوات لله تعالى لا أحد يستحقها سوى فرضها ونفلها والطيبات معنى يقول جمع طيبة وهي كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله تعالى لأن الله طيب وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة وله أيضا من أعمال العبادة القولية والفعلية الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وقوله السلام عليك أيها النبي أي السلامة من كل آفة ومكروه وهي جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء ولهذا اختير لفظ السلام الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى الذي يذكر على الأعمال لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الشرعا فيكون مصدرا بمعنى السلامة له السلام وأتى بلفظ الخطاب للحاضر تنزيلا له بمنزلة المواجه لقربه من القلب وقوة استحضارك له حين السلام عليه كأنه حاضر أمامك تخاطبه الرسول السلام عليك هذا يقصد كاف المخاطبة تنزيلا له نعم بما كانك تواجه الرسول يعني وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن خطاب الأدمي في الصلاة مبطل لها لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء شامل للصلاة من مخاوف الدنيا والآخرة ولهذا شرع حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله أي الرحمة من صفات الله عز وجل اللائقة بجلاله ومن أثارها إنعامه وإحسانه على مخلوقاته الذي لا يحصى وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحصول المطلوب وهي الرحمة بعد الدعاء له بالسلامة من المرهوب دعونا بالسلام والرحمة وبركاته جمع بركة وهي خيرات الله الكثيرة المسلمرة وأصل بركة النماء والزيادة وبركاته على نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته مما يبارك له في مطعمه ومشربه وكل شأن من شؤون حياته وبعد مماته وهذا هو الشأن بعد مماته بكثرة أتباعه وانتشار شريعته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين علينا أي معشر الأمة الإسلامية ومنهم المصلي نفسه ومن معه من المصلي إن كان في جماعة والعباد عباد الله وعباد الله صلى الله عليه وسلم جمع عبد وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة الصالحين أي جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده أشهد أن لا إله للأخير يقول معنى أشهد أن أقر بقلبي ناطقاً بلساني كالمشاهد بما أقر به فالشهادة هي الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه يعبر عنه اللسان وأن مخففة يعني ليست أن أشهد أن لا يعني خفيفة مخففة من الثقيلة ولذا تكتب مفصولة عن لا النافية يعني أشهد أن لا للتفرق بينها وبين الناصبها للمضائلة فإنها تكتب موصولة أي نحو أحب أن لا أتأخر يعني هذه أنبد لا لكن خففت فصارت كبير وخبر لا النافية للجنس محدوف تقديره لا إله حق إلا الله والمعنى لا معبود حق سوى الله سبحانه وتعالى ولفظ الله بدل من الضمير في الخبر الله تعالى هو الإله الحق لكمال ذاته وصفاته أما من عبد من دونه فليس بإله وإن سمي به كما قال سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وأشهد أن محمد عبده ورسوله أي المتذلل له بالطاعة وبتبليغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والمبيضة الحسنة ورسوله أي المرسل من عنده بشرعه إلى جميع العالمين وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في الصلاة إذا جلسوا المراجل سوري التشهد فليقل هنا وسكنت صارت فالساكنة لوقوعها بعد الفاء وظاهر الأمر الوجوب فيقول إذا فعلتم ذلك إذا قلتم ذلك السلام وقد جاء في رواية عند المخارفة إنكم إذا قلتموها فعبر بالفعل عن القول قول فليتخير من المسألة ما شاء هكذا في العمدة والذي في الصحيحين ثم يتخيط فليتخير ثم يتخيط واللام لام الأمر وأصلها الكسر لكنها سكنت بعد حروف العطف مثل ما قلنا الفاء وهذا أمر إباحة لا إيجاب والمعنى فليقل ما يختار من الدعاء المسألة ما شاء من خيري الدنيا والآخرة وظاهر ذلك أن الأمر بالدعاء قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أستاذ الله عزيزي ويبارك وإجعل ما ذكرنا علم النافع من الصالح والله أعلم ترجمة نانسي قنقر